قول كده شاهدة الجولة الأولى خمس انتصارات من أصل تسعة مباريات لوعبات شاهدة الجولة الأولى أيضا تسجيل واحد وعشرين هدف في تسعة مباريات يعني طبعا تسعة مباريات منهم تلت مباريات صفر صفر يعني الواحد وعشرين هدف تقريبا في ست مباريات فقط حق الأهلي أكبر نتيجة وفوص في الجولة الأولى بنتيجة خمسة اتنين أمام سيراميكا شهدت الجولة الأولى إشهار بطاقتين حمرواتين يعني بطاقتين وتلاتين بطاقة صفرة احتسبت سبع رجلات جزاء في الجولة الأولى سجلة منها خمس رجلات وضعت رجلتين نجح تلات لعبين في تسجيل سنائية وهم حسين الشحات ووسام أبو علي ومحمد هلال للبنك الأهلي طبعا محمد هلال من ضربتين جزاء نجح اللاعبون الأجانب في تسجيل ثمان أهداف من أصل واحد وعشرين هدف وسجل جابريل نشوكودي لعب بيتروجيت الهدف الأسرع في الجولة أمام بيرامس في الديئة الثالثة ونجح علي لطفي حارس زد في التصدي لأول راكل الجزاء في الدورة هذا الموسم أمام الجونة وطبعا بعد كده عبد الرحمن سمير صد ضربة جزاء